وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الألعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثاهان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سقيق ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسماء ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا أمنسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الألعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين